موسيقى السلام عليكم تحية كبيرة لمتابعين الكرام المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي نتستعرض لكم حالة جوية قوية متوقعة ان شاء الله بداية الأسبوع القادم نبدأ معكم بصور الأقمار الاصطناعية خلال نهار يوم الخميس فيلاحظ أن هناك رياح مثيرة للأتربة والغبار تشكلت في غرب المملكة العربية السعودية ومنطقة المدينة من أورا عملت على انخفاض في مدى رؤية الأفقية وربما بشكل متدني في المناطق الخارجية أو الطرق الخارجية كذاك هناك كميات من الغيوم المتوسطة والعالية تندفع عبر شم المملكة العربية السعودية والمناطق الوسطى والشرقية منها هذه الغيوم المتوسطة والعالية غير فعالة ولكنها ستزداد كثافة ان شاء الله يوم غدا الجمعة على المناطق الغربية من البلاد مصحوبة بأمطار خفيفة ونشاط للرياح المثيرة للغبار لكن هذه الغيوم تكون أكثر كثافة في المناطق الجنوبية الغربية من البلاد وبالأخص مرتفعات الطائف والباحة قد تتساقط زخاط الرعدي من الأمطار غدا بعض ظهر يوم الجمعة إن شاء الله على تلك المناطق وبالنظر إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة بداية الأسبوع القدم وخاصة خلال مساء يوم السبت وبداية يوم الأحد يتوقع أن تتأثر المناطق الشمالية الغربية من البلاد بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بامتداد لمنخفة جوي يتوقع أن يتمركز شمال البحر الأحمر هذه الحالة الجوية سوف تعمل إن شاء الله على تشكل الغيوم الرعدية الكثيفة وتساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح القوية وإثارة الغبار الأمطار الغزيرة قد تعمل على تشكل السيول وبالأخص في منطقة تابوك وأجزاء من شمال المملكة العربية السعودية نظرا لتضريص المناطق الصعبة خاصة في مرتفعة تابوك العالية ذروة الأمطار إن شاء الله ستكون بين ساعات ليلة يوم السبت وفجر يوم الأحد مصحوبة بالعواصف الرعدية هذه الأمطار تكون بشكل أقل كثافة كلما تجهن جنوبا وشرقا حيث ستندفع هذه الغيوم الرعدية تدريجيا أثناء نهار يوم الأحد إلى المناطق حفر الباطن وأجزاء من رفحاء ودولة الكويت وحائل تكون هذه الغيوم أقل كثافة تعمع تسقط زخات الأمطار لكن سيتصف الغبار ونشاط الرياح هو الغالب في تلك المناطق إن شاء الله خلال نهار يوم الأحد تؤدي الانخفاض في مدى الرئيو الأفقية وبالنظر أكثر إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة أيضا يوم الأحد هناك رياح قوية مثيرة للغبار تؤدي الانخفاض في مدى الرئيو الأفقية وبالأخص على منطقة حائل وحفر الباطن والكويت كذلك الرياضة العاصمة أيضا المناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية مثل الدمام والجبال أيضا هناك موجة غبار قوية متوقعة في وسط القطاع الغربي سوعة الرياح سوف تصل يوم الأحد لتتجاوز 70 كم في الساعة أحيانا تؤدي إلى انخفاض كبير في مدى الرئيو الأفقية وربما انعدامه في بعض المناطق أيضا يحضر من استخدام الطرق الخارجية يوم الأحد وذلك بسبب انعدام الرئيو الأفقية في مناطق واسع المملكة العربية السعودية هناك بعض الغيوم الماطرة المتوقعة تشكلها في المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية وحفر الباطن وبالنظر أيضا لنقترب أكثر من وسط القطاع الغربي ومكة المكرمة ومدينة جدة وخاصة خلال يوم الأحد هناك عاصفة رملية محتملة أن تتشكل في أجزاء من تلك المناطق تثير الغبار الكثيف وتؤدي إلى انخفاض في مدى الرئيو الأفقية وربما انعدامه وخاصة الطرق الخارجية والتي تربط مكة المكرمة بجدة الرئيو الأفقية سوف تنخفض بسبب الرياح القوية التي قد تتجاوز 70 كم بالساعة وربما تصل هباتها إلى 90 ولذلك تم وصف هذه الحالة الجوية بالعاصفة الرملية والتي استعمل أيضا على اضطراب كبير في أمواج البحر وارتفاعها لأكثر من 3 أمتار خاصة في سواحل جدة ورابغ لذلك يحذر من ارتياد البحر أثناء تلك الفترات هذه العاصفة الرملية سوف تنحسر إن شاء الله يوم الأثنين وتستقر الأجواء تدريجيا وأيضا يتوقع أن تكون الرياح نشطة يوم السبت على نفس المناطق وبالنظر إلى التحذيرات الجوية هناك تم إصدار التحذير العالي على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وبالأخص من الغبار الكثيف الذي سيؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية في مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية وبالأخص يوم الأحد هناك أيضا عاصفة رملية محتملة على مدينة جدة ومكة المكرمة يوم الأحد مصحوبة برياح قوية وانعدام تام في مدى الرؤية الأفقية إن شاء الله لذلك سيتم متابعة هذه العاصفة الرملية عبر تقارير موقع تقص العرب إن شاء الله خلال اليومين القدمين أيضا هناك أمطار غزيرة على تبوك والجوف خاصة بين مساء يوم السبت وصباح يوم الأحد تؤدي إلى تشكل السيول وأيضا يحذر من إطراب أمواج البحر الأحمر كذلك الخليج العربي قد ترتفع الأمواج إلى أكثر من ثلاثة أمطار بالنهاية لا تنسوا متابعة موقع تقص العرب لمتابعة تفاصيل هذه الحالة الجوية القوية المتوقعة كذلك لا تنسوا تحميل تطبيق تقص العرب نتمنى لكم السلامة وفي أمان الله